تعالى دلوقتي نفسر ازاي الجدر بيمتص المياه في ثلاث نقاط اول حاجة الشعيرات الجزرية بيتم احاطتها بطبقة غروية بتلتصك بها حبيبات التربة بما عليها من عشية مائية وزايبات عشان كده بتمتص الجدر السلوليزية والبلازمية الماء بخاصية التشار بعد كده الماء بينتقل بالخاصية الاسموزية من التربة الى خلايا البشرة بحيث ان العصير الخلوي للشعيرات الجزرية اعلى تركيزة من محلول التربة بسبب وجود السكر دايب في العصير الخلوي وبالتالي بيكون تركيز جزيئات المياه في محلول التربة اعلى من تركيز المياه في الفجوة العسرية بعد كده الماء بينتقل بنفس الطرية الى خلايا الكشرة وبيستمر التهركه لحد ما يوصل الى اوعية الخشب في مركز الجد نيجي بعد كده لآلية امتصاص الاملاح المعدنية العلماء اثبتت ان النبات بيحتاج بالاضافة الى الكربون والهيدروجين والاكسجين عناصر تانية ضرورية بيمتصها عن طريق الجد ولو حصل نعصف العناصر دي بيتسبب في اختلال النمو الخضر للنبات او توقفه وبيتسبب في عدم تكوين الازهار او الصماء والعناصر الغذائية الضرورية للنباتات الخضرة بيتمقسم الى مغزيات كبرى ومغزيات صغرى المغزيات الكبرى دي عناصر بيحتاج لها النبات بكميات كبيرة وعددهم 7 وهما بالترتيب النيتروجين واللي رمزه N والفسفور ورمزه B والكابريت رمزه S والكالسيوم C A والبوتاسيوم K والحديد F E والماغنيسيوم M G وأهمية المغزيات الكبرى ان املاح النطارات والفوسفات والكابريتات دورها ان هي بتحول الكربوهايدرات الى بوريتينات والفسفور بيدخل في تكوين المركبات الناقلة للطاقة اللي هي ATP واللي اسمه ادينوزين سلاسي الفوسفات والحديد بيدخل في تكوين بعض الانزيمات المساعدة اللازمة لاتمام عملية البناء الضوء انما المغزيات الصغرى عناصر بيحتاج لها النبات بكميات وليلة علشان كده بيطلق عليها اسم المغزيات الصغرى او المغزيات الاسرية وعدتهم 8 عناصر وهما بالترتيب الكولور ورمزه C L البرون ورمزه B والخرصين ورمزه Z N والاليمونيو A L والوينجنيز M N واليود I والنحاس C U والملبدينو رمزه M O واهمية المغزيات الصغرى هي انها بتعمل كمنشطات للانزيمات العناصر اللي بيحتاج لها النبات من التربة مصدرها ياما بيكون عناصر دايبة في التربة نفسها او نباتات متحللة او موضع عضوية ناتجة من تحلل كائنات ميتة وممكن ما تتوفرش العناصر دي في التربة وبالتالي يلزم من اضافة السماد اللي بيتضمن عناصر غالبا مش متوفره زي النيتروجين والشسفور والبتاسيوم اللية امتصاص الاملاح المعدنية في النبات بتعتمد على ثلاث زواهر فيزيائية الزاهرة او الخاصية الاولى اسمها خاصية الانتشار والخاصية التانية اسمها خاصية النفذية الاخترية والخاصية التالتة اسمها خاصية النقل النشط خاصية الانتشار بتتم من خلال انتشار بقائك الزئيبات اللي هي ايونات العناصر نفسها بتنتشر بشكل مستقل عن بعضها البعض وعن اللاية في صورة يم ايونات مجابة اسمها كاتيونات او ايونات سالبة اسمها انيونات فبتتحرك الايونات دي بخاصية الانتشار من محلول التربة اللي بيكون فيه تركيز عالي وبتمر داخل الجدران السلوليزية اللي بيكون جواها التركيز منخفض لغير انه ممكن يحصل تبدل الكاتيونات عبر غشاه الخلية فمثلا بيخرج ايون السوديوم من الخلية ويدخل بدلا منه ايون البوتاسيوم انما خاصية النفذية الاخترية بتحصل لما تصل الايونات للغشاه البلازمي شبه المنفذ فيختار بعض هذه الايونات ويسمح لها بالمرور بينما لا يسمح لأيونات اخرى وذلك حسب حاجة النبات بصرف النظر عن حجمها كبيرة او صغيرة او تركيزها سواء كان اعلى او اهل داخل الفجوة العصرية او شحنتها سواء كانت سالبة او مجابة نجي لخاصية التالتة وانخاصية النقل النشط في بعض الاحيان بتنتشر الايونات من محلول التربة وبيكون تركيزها مخفض الى داخل الخلية وبيكون تركيزها مرتفع علشان كده لازم وجود طاقة كيميائية لاجبار هذه الايونات على الانتشار ضد التدرك في التركيز وبيطلق على العملية دي عملية النقل النشط ومن امثلة النقل النشط تم اجراء تجربة على تخلق النيتلا اللي بيعيش في مية البرك فكانت النتيجة كالتالي اول حاجة تركيز الايونات المختلفة المتراقمة في العصير الخلوي الخلايا التخلق بتكون اعلى نسبيا من تركيزها في المية بتاعة البركة وبالتالي الخلية بتحتاج ان هي تستهلك طاقة علشان تمتص هذه الايونات وبرضو تامي ملاحظة ان تركيز بعض الايونات المتراقمة في الخلية بيزيد عن الاخرى مما يؤكد ان الايونات تمتص اختياريا حسب حاجة الخلية وفي معلومة كده لازم نضيفها في الاخر وهي عند غمر النبات بالماء لفترة طويلة نسبيا بتحل جزيات الماء محل اكسجين الهواء الموجود بالحبيبات التربة فيصعب على النبات امتصاص الاكسجين بواسطة الشعيرات الجزرية مما يؤثر على امتصاص بعض الاملاح المعدنية بالنقل النشط من التربة لعدم توفر جزيات ATP نتيجة غياب الاكسجين اللازم لعملية التنفس اشتركوا في القناة